ازاكم يا شباب عامليني اتمنى تكونوا بخير. انا ماريو جميل وانت بتشوف الفيديو ده على قناة دكتور المنح. في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم على منحة من المنح اللي بينتظرها الطلاب من عام للعام. المنح اللي هنتكلم عنها النهاردة في دولة قطر منحة ممولة بالكامل وتغطي لها جميع تكاليف الدراسة بتوفر لك راتب شهري بتوفر لك السكن المجاني. كمان لو حضرتك طالب او طالبة عندك اسرة يعني متزوجة عندك اطفال فانت بتقدر تستحبهم معاك والمنحة بتوفر لك السكن المجاني. المنح اللي هنتكلم عنها النهاردة هي منحة جامعة حامد بن خليفة في دولة قطر خلال الفيديو بتاعنا هنتعرف على كل ما يخص المنحة من حيث التفاصيل من حيث الكليات اللي بتشملها المنحة. كمان المنحة دي مقدمة للبكاليريوس والماجستير والدكتوراه. هنتعرف على مميزات المنحة المستنداتة اللي هكون مطلوبة منك. خلي بالك ان المنحة هتفتح في شهر اكتوبر. وهتنتخي في شهر فبراير وانا اعملك الفيديو ده من دلوقتي. علشان خاطر تجهز نفسك. للمنحة وتكون مستعدة لها. وكمان في الفيديو بتاعنا هتلاقي شرح طريقة التقديم الخاصة بالمنحة. بتاعت السنة الماضية لان طريقة التقديم خاصة بالمنحة السنة هتكون هيية هي بتاعت السنة اللي فات. وتلما تنزل المنحة في اكتوبر هعمل لك فيديو مخصوص عن شرح طريق التقديم للأبليكيشن الخاص بالعام ده. فلو انت عاستستفيد من الفيديو تابع الفيديو من البداية للنهاية. لو عندك اي سؤال اي سفسر انا ما ذكرتوش في الفيديو بتاعنا تفضل سيفه كومنتات وانا ارد عليك. ويا ريت في نهاية الفيديو لو انت بتستفيد من فيديوهاتنا. ما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل سبسكرايب واشتراك في القناة وتفعل الجرس. نعمل منك الجودة اللي بنحاول نقدمها. ويلا بينا نروح على اللابتوب بتاعنا. ازيكم يا شباب مرة تانية زي ما قلنا ان احنا نتكلم عن منحة جامعة حمد بن خليفة للدراسة في قطر. وطبعا زي ما احنا ما متعودين قبل مبدأ. شرح طريقة التقديم حاليا نعرف مع بعض هي مميزات وتفاصيل منحة بتاعتنا. بالنسبة للدولة المستضيفة فهي قطر وبالنسبة للجاهة المانحة. والجامعة المقرر الدراسة بها هي جامعة حمد بن خليفة. المراحل الدراسية اللي تقدر تقدمها لها تحصل فيها على درجة علمية هي والماجستير وي الدكتوراه ويمكن لجميع الطلاب من جميع الحال العالم. وطبعا جميع الطلاب العرب اللي بيتعبوا قناة دكتور المنحة هيقدروا يقدموا على المنحة دي. بالنسبة للسن ما فيش سن محادل للتقديم على المنحة بالنسبة لشهادة اللغة الانجليزية فهي مش متطلب اكباري. موعد بداية التقديم على المنحة هيكون اكتوبر عشرين واحد وعشرين وانا عمل لك الفيديو ده من دلوقتي زي ما قلت لك في بداية الفيديو علشان خاطر تكون مستعد كويس جدا للمنحة دي واخر معادة للتقديم هيكون في فبراير عشرين اتنين وعشرين. طيب مين اللي يقدر يقدم على منحة حمد بن خليفة? لو حضرت اقتالي في الصف السلس السنوي فانت تقدر تقدم على المنحة دي عشان بتبدأ دراسة البكالوريوس العام المقبل. ولو انت كنت خلصت السنوية العامة بالفعل فانت بتقدر برضو تقدم على المنحة دي لدراسة البكالوريوس. لو انت بتدرس بالفعل وعايز تقدم على المنحة دي لدراسة البكالوريوس من البداية في جامعة حمد بن خليفة فانت بتقدر تقدم على المنحة دي. لو انت طالب في السنة الاخيرة في البكالوريوس او خلصت بكالوريوس بالفعل فانت تقدر تقدم على المنحة لدراسة الماجستير ولو انت في اخر سنة في الماجستير او خلصت الماجستير وعايز تقدم على الدكتوراه. فانت بتقدر تقدم للحصول على درجة الدكتوراه في منحة جامعة حمد بن خليفة. طيب هنا في بعض الملحوظات الهمة لو انت عايز تقدم على اي منح دراسية بنفسك فانت بتتابع خطوات الشرح التفصيلية اللي بتقدمها للقناة دكتور المنح كالعادة ولو انت عايز تستفيد من خدماتنا سوف التقديم على منح دراسية تجهيز المستندات او ترجمة المستندات لليلغة فكل اللي عليك ان انت بتملأ خاص بنا. واللي بتلاقي لينك بتاعه موجود في سندول وصف اسفل كل فيديو من فيديوهاتنا. وفريق تقدمات كناة دكتور المنح بيتواصل معك. وكمان بتنساش يشارك في جروباتنا على الفيسبوك والواتساب والتيليجرام. ومتابعة كل ما يخص المنح اول با اول. طيب ايه هي كليات والتخصصات المتاح التقديم عليها في المنحة بتاعتنا. حضرتك بتلاقي في كليات محددة للطلاب العايزين يدرسوا باكلاريوس الحاسوب فقط. بالنسبة بتلاقي العديد من القليات المختلفة اللي تقدر تدرس فيها. موجودين هنا قدامك باللغة العربية. زي ما تلاقيهم في موقع الجامعة باللغة الانجلزية. وهنا بالنسبة للكليات المتاحة لدرجة الدكتوراه. طيب ايه هي مميزات المنحة بتاعتنا والتوميل المنحة بتغطي لك جميع تكاليف السفر زيابا ويابا. بتوفر لك جميع تكاليف الدراسة. كمان المنحة بتوفر لك راتب شهري. وراتب الشهري ده لتغطية جميع تكاليف المعيشة وكمان تكاليف السكن. وزي ما قلت لك في بداية الفيديو ان الطالب او الطالبة المتزوج يعني اللي معه اسرة بيقدر يحصل على سكن مجاني في منحة جامعة حمد بن خليفة. طيب اهي المستندات اللي هيكون مطلبة منك هيكون طالب منك صورة شخصية بخلفية او بيضة. هيكون طالب منك شهد التخرج بين درجات اخر موها الدراسة انت حصلت عليه. وهنا لازم انا وضح لك النقطة دي. لو انت بتقدم على فانت هيكون مطلوب منك شهد التخرج بين درجات السنوية العامة. لو انت هتقدم على هيكون مطلوب منك شهد التخرج بين درجات الباكالوريوس. ولو انت بتقدم على دكتوراه هيكون مطلوب منك شهد التخرج بين درجات الماجستير بتاعك. طيب لو انت طالب في السنة الاخيرة في السنوية العامة. يعني انت طالب دلوقتي في تلتة سنوية. هتقدم ازاي? هتقدم له بين درجات الصف الثاني السنوي واثبات كده يدل ان انت في الصف السلس السنوي. لو انت طالب في السنة الاخيرة في الباكالوريوس هتقدم على ماجستير فانت هيكون مطلوب منك انك تقدم له بيان درجات سنوات الدراسة السابقة بتاعتك في الجامعة وكمان اثبات كده يدل ان انت في اخر سنة في الدراسة الجامعية بتاعتك. ولو انت في اخر سنة في الماجستير وعايز اقدم على دكتوراه بتقدم له صورة من شهد التخرج بين درجات الباكالوريوس. وكمان بين درجات السنوات الدراسية السابقة بتاعتك في الماجستير واثبات يدل ان انت في اخر سنة في الماجستير بتاعك. كمان يكون طالب منك السيرة الزاتية وبتلاقي نساب لك لينك الفيديو اللي من خلاله تقدر تتعرف على طريق كتابة السيرة الزاتية بشكل اكاديم واحترافي بمسال. كمان يكون طالب منك خطابات التوصية. هوا مندي لك فورم معين لكتابة خطابات التوصية. بتلاقي الفورم ده هنا بتضغط عليه بتفتح معك ده هو ده الخاص بخطاب التوصية بالنسبة للطلاب اللي بيقدموا على او على بالنسبة للطلاب اللي بيقدموا على فما فيش اي حاجة انك انت تملاق خطاب التوصية ده. بعد كده نرجع لشرح بتاعنا مرة تانية خلي بالك ان جميع البيانات اللي انت بتملاقها خاص بالمنحة. وكمان المستندات اللي انت بترفقها لازم تكون باللغة الانجليزية. ولو كانت المستندات اللي انت بترفقها باللغة العربية. فانت لازم تترجمها الى اللغة الانجليزية. بتقدر تترجمها في اي مكتب ترجمة معتمد. موجود في المدينة او المحافظة اللي انت عايش فيها. او ممكن تستفيد من خدمات كناة دكتور المنح في ترجمة المستندات. تملأ الابليكيشن خاص بينا. هيتواصل معك فريق تقديمات كناة دكتور المنح وتقدر تطلب منهم ترجمة لمستندات بتاعتك لاي لغة. انت عايزة سواء الانجليزية واي لغة اخرى. هنا في بعض المنح الاخرى تم شرحها لقناة دكتور المنح. بتقدر تطلع على المنحة اللي انت عايزها. مش بتطلب منك لغة. والماجستير والدكتوراه في العديد من الدول المختلفة. بتلاقي برضو كل منحة مشروحة باللغة العربية وشرح طريقة التقديم على المنحة خطوة بخطوة. لو جيت هنا تنزل معي بتلاقي الموقع الرسمي خاص بالمنحة لو ضغطت عليها تفتح معاك الصفحة الخاصة بجامعة حمد بن خليفة. وهنا برضو بتلاقي الموقع الرسمي الخاص بالتقديم على المنحة مباشرة. بتفتح معاك الصفحة دي. ودلوقتي هتشوف الفيديو بتاع السنة اللي فاتت لطريقة التقديم على المنحة. عشان خاطر تكون مستعدة. عارف طريقة التقديم بتتم ازاي? وكمان اول ما تنزل المنحة في شهر اكتوبر اشرح لك طريقة التقديم الخاصة بالمنحة للسنة دي. اتفرج على شرح طريقة التقديم وركز فيها. ولو عندك اي صالة استفسار سيبه في الكومنتات وانا هرد عليك. الصفحة دي طبعا هنا والبي اي ان طبعا لو انت مسجل قبل كده. احنا اول مرة نسجل فانيجي هنا ونضغط على هتفتح معاك الصفحة اللي هنشوفها مع بعض. هنا فتحت معنا الصفحة دي. هو هنا بيقول لك لازم هنا انت تكتب بتاعك وياريت يكون ارقام فقط. بعد كده هنا بتيجي في وهنا هنا انت بتكتب كلمة سر بتاعتك وبرضو ياريت يكون ارقام فقط. لو انت حاولت تدخل اي حروف هو مش هيعمل معك لوجين هتلاقي في خطأ. فانت عشان تعدي الجزء ده. فانت لازم يكون بتاعك ارقام فقط ويكون كلمة السر بتاعتك ارقام فقط. بعد كده هتضغط على وهتفتح معاك الصفحة اللي هنشوفها مع بعض. بعد ما عملنا لوجين فتحت معاك الصفحة دي هو هنا بيقول لك طيب انت هنا بتفتح. طبعا لو انت عايز تقدم على برنامج فانت هنا الحاجة الوحيدة المتاحة وهي ده بالنسبة لبرنامج طيب لو انت عايز تقدم على برنامج ماجستير او دكتوراه فانت هنا بالنسبة للدكتوراه انت هنا بتيجي بتختار طبعا انا هشرح هنا طريقة التعديم بالنسبة لطلاب الماستر واللي بيتطبق على الماستر بيتطبق على الدكتوراه بيتطبق برضو على طيب احنا هنا هنيجي عند احنا طبعا طلاب من خارج دولة كتر فهنا هنكون فهنضغط عليها بعد كده هنيجي نضغط هنا على بعد كده بتيجي هنا في انت هنا بتفتح السهم بتختار فولي عشرين واحد وعشرين لواء خريف عشرين وواحد وعشرين بعد كده هنا بالنسبة انت بتكتب اسمك هنا اسمك الرابع بعد كده تضغط على علشان يدخل معك على بتاعنا وهنشوف مع بعض هنملاق ازاي هنا فتح معنا بتاعنا طبعا هنا احنا هنملك كل هنملكة مع بعض واحدة واحدة هنشوف هنملاهم ازاي? اول حاجة هنا بالنسبة للنم احنا خلاص عملناها فهو هنا عمل لك علامة صح. هندخل بقى على الجزء الخاص بالادرس وهنشوف احنا هنملاه ازاي. هتفتح معنا الجزء الخاص بالادرس هو هنا طالب عنك معلومات عن العنوان بتاعك. طالب منك هنا اسم الشرع بتاعك. طالب هنا المدينة اللي انت عايش فيها. طالب منك هنا الدولة بتاعتك. فانا مسلا من مصر فاجي هنا ادور على مصر واختار ايجبت. بعد كده هنا طالب منك رقم التليفون فانت هنا بتيجي تدخل رقم التليفون الخاص بك. بعد كده هنا بتيجي في انت هنا بتدخل اسم الشخص بيكون قريب ليك. حالة الطوارئ هم هيتوصل معاه. مسلا هنا لو انت بيدخل معلومات عن والدك فانت هنا بتيجي بتكتب مسلا فازر. بعد كده هنا بتكتب الاسم بتاعه بتكتب اسمه هنا بالطريقة دي. بعد كده هنا بتكتب بتاعته بتكتب له اسم جدك الرابع. بعد كده هنا بيقول لك رقم التليفون الخاص به. فانت هنا بتيجي تكتب رقم التليفون الخاص به. ما تنساش كود الدولة بتاعتك. بعد كده هتيجي تضغط هنا على بتفتح معك الصفحة التانية دي معلومات عنك. هو هنا بيسألك بعد كده بتختار سواء متزاوج ام عزب. بعد كده انت بتيجي هنا لو عندك اطفال بتكتب عدل الاطفال. لو ما فيش خلاص بتسيبها فاضية. بعد كده انت بتختار الدولة بتاعتك فانت هنا فانت بتضغط على هنا بعد كده انت هنا بتختار تاريخ ميلادك بتكتب التاريخ الميلاد بتاعك. بعد كده بنيجي في الجزء اللي هو خاص بالايميل. انت هنا بتدخل الايميل الخاص بيك. بعد كده بتدخل الايميل بتاعك هنا مرة تانية. بعد كده بتضغط هنا على بعد كده بنيجي في الجزء الرابع من بتاعنا هو هنا الجنسية بتاعتك انت بتفتح الساهم برضو بتختار الجنسية بتاعتك. بعد كده هنا هو هنا بيقول لك انت من اي دولة هتدخل الباسبورت بتاعك فانت بتختار الدولة بتاعتك. بعد كده هنا بتيجي في بتدخل هنا رقم الباسبور الخاص بيك. بعد كده بتيجي في الجزء الخاص بي وبتكتب الدولة بتاعتك. هنا تاريخ انتها الباسبور بتاعك. فانت هنا بتيجي وبتكتب شهر يوم سنة. لو انت مجدود في الباسبور بتاعك مكتوب يوم شهر سنة. فانت تخلي بالك هتكتب اول حاجة الشهر. بعد كده انت هنا مسلا بتكتب اليوم. بعد كده انت بتكتب السنة. زي ما موجود قدامك في الباسبور. بعد كده هنا بيسلك على اللغة اللي انت بتتكلمها. انت بتتكلم اللغة العربية لو انت من دولة عربية. لو انت من دولة بتتكلم فانت بتختار بتاعتك. بعد كده انت هنا بتيجي وبتضغط على وبعد كده بنيجي في الجزء الخامس من بتاعنا وهو الجزء الخاص بالبروجرام. هنا احنا هنختار البرنامج اللي احنا عايزين ندرسه. هنا ممكن تختارهم على شكل رغبات. اول حاجة انت بتختار التخصص الاول اللي انت عايز تدرسه. فانت بتيجي هنا وبتبدأ تختار انت عايز تدرس في ايه? مسلا لو انت عايز اللي هي الخاصة بالترجمة فانت هنا بتيجي وبتختارها. بعد كده دي طبعا الرغبة رقم واحد. انت هنا لو عايز تقدم على برنامج تاني فانت هنا بتيجي وبتضغط على وبتفتح معك الجزء ده. انت هنا بتيجي بتختار البرنامج او التخصص تاني اللي انت عايز تقدم عليه. وليكن مسلا اللي هو بعد كده انت هنا بتيجي وبتضغط على بعد كده هيفتح معك الجزء ده الجزء ده خاص اللي هي حاجات تخص التعليم بتاعك الحاجات اللي تخص التعليم الصابق بتاعك هو هنا بيقول لك تدخل كود الجامعة بتاعتك. هنا انت هتضغط على كود. لو لقيت كود الجامعة بتاعتك ولقيت الجامعة بتاعتك فانت بتكتب الكود بتاعها. لو ما لقيتش هو هنا بيقول لك اكتب زير واحد. بعد كده هنا تكتب اسم الجامعة المدينة كانت فيها الجامعة الدولة كانت فيها الجامعة الدرجة العلمية اللي انت حصلت عليها. بعد كده هنا بيقول لك التخصص بتاعك كان ايه. بعد كده هنا بيقول لك تاريخ التحقق بالجامعة وتاريخ انهاء الجامعة بتاعتك او تاريخ التخرج بتاعك او انها الفترة دراسية بتاعتك في الجامعة. وتفر اللي انت بتسميه. هنا هتدخل تاريخ الالتحاق وهنا تاريخ التخرج من الجامعة. بعد كده هتضغط على بعد كده بيجي هنا بيسألك شوية اسئلة. اول حاجة هنا بيقول لك انت هنا ماشي بعنيه نظام فيه تقييم بتاعك. لو ماشي بنظام فانت هنا بتيجي بتكتب له مسلا بعد كده هنا بيقول لك انت جبت كام في بتاعك فانت مسلا هنا بتكتب له التقدير بتاعك مسلا بعد كده هنا بيقول لك انت كنت جايب مسلا التقدير ده من كم من اربعة من خمسة من عشرة ومن مية فانا هنا مسلا كان كلية من اربعة بتاعها فانا هنا هكتب اربعة لو انت كليتك من مية فانت هنا مسلا بتكتب مية وبعد كده انت هنا مسلا لو جبت تمانين في المية فانت هنا بتكتب تمانين وهكزا. بعد كده هنا بيقول لك انت كنت جايب ايه في اللي هو التقدير بتاعك. كنت جايب انت هنا بتكتب مسلا كنت جايب فانا هنا على سبيل المساب. انت طبعا بتكتب الحاجة اللي تغصك. بعد كده هنا بيقولك هل انت تعلمت تعليم ونقبل كده او لا لو تعلمت بدخل لا بتختار نوع. لو لو انت هنا بتقوله انت تعلمت ايه? بعد كده هنا انت بتيجي بيقول لك بعد كده هنا بيجي وهل كانت لغة الدراسة بتاعتك هاللغة الانجليزية فلو كنت بتدرس باللغة الانجليزية في الكامعة بتاعتك انت بتختار نوع طبعا هكونت بدرس بالانجليزية فانا هنا اختار ياس. هنا بيقول لك هلا انت كنت بتدرس باللغة العربية. لو كنت بتدرت باللغة العربية مع الانجليزية بتختار ياس. لو لا بتختار نو. بعد كده بتضغط على بعد كده بنيجي في الجزء التامل بتاعنا هو انت هنا بتيجي بتلاقيه مديلك من واحد لتسع اختبارات. طبعا هو هنا مش طالبهم منك. مش عاملك عليها اي نجمة حمرة. لو دست على من غير ما تختار حاجة زي ما انا هعمل دلوقتي. هو مش هيوقفك في الخطوة دي او يطلب منك شهادة لغة انجليزية. ولكن شرحا للناس اللي معا شهادة لغة انت بتبدأ السعب. بتبدأ بتختار انت معاك اي شهادة لغة من دول. سواء أو Sag او لو معاك طفل اللي هو هو فيصل لغة التوفل في كل ده. انت بتبدأ تختار شهادة اللغة اللي معاك. بتكتب اللي انت جيبته. وبعد كده بتكتب التاريخ اللي انت حصلت في عشيرة دي. هنا بتكتب بالشهر هنا بتكتب السنة. لو معك شهادة تانية انت بتبدأ تختار لو مش معك خلاص بتكمل. انا مسلا على سبيل المسال شخص مش معاه شهادة اثبات لغة. فانا هنا مش مختار اي شهادة لغة. بعد كده هضغط على هيكمل معي عادة هيدخلنا على الصفحة البعد كده. هو هنا بيقول لك هل انت موظف حاليا? انا هختار هنا لان انا مش موظف. لو انت موظف بتختار ياسو بتبدأ هنا تكتب له. انت موظف فان وايه الدور بتاعك. بعد كده هنا بيقول لك هل انت التحقت باي برنامج دراسة ما جملتوش? لو ايه بتختار ياسو بتوضح? لو لا بتختار نو. بعد كده هنا بيقول لك هل انت قدمت قبل كده على جامعة حمد بن خليفة? لو انت قدمت قبل كده بتختار ياس لو لا بتختار نو. بعد كده هنا بيقول لك انت ازاي سمعت عن جامعة حمد بن خليفة? فانت ممكن هنا تكتب عن طريق مسلا لو انت عايز تكتب عن طريق الفيسبوك وتفر انت بتكتب هنا بعد كده بتضغط على بعد كده بتيجي في الجزء الاخير من بتاعنا وهو الجزء خاص برافع المستندات. هو هنا بيقول لك افتح السن اختار الحاجة اللي انت عايز ترفعها. مسلا هو هنا طالب منك طالب منك صورة من يعني انت لازم ترفعه. هنا طالب منك صورة من بيانة درجات طالب منك هنا صورة طالب منك بتاعك طالب منك الزراوة بيانة درجات برضو. فانت بتبدأ ترفعهم وكل الحاجات دي لازم ترفع انت بتيجي هنا عند مسلا بتضغط عليها وبعد كده بتختار بتروح تختار بتاعك من الابت وبعد كمبيوتر بتاعك بعد كده بتضغط على وهكذا مع بعض الاوراق بعد كده بتضغط على وبعد ما بترفع الاوراق بتاعتك بتيجي هنا بتضغط على بعد كده هنا بيقول لك هو هنا بيقول لك اهو كاتب لك بالانجلش والعربي هو هنا بيقول لك شكرا لتقديمك الطلب على جامعة حمد بن خليفة هو هنا بيقول لك لقد تم تقديم طلب الكبول الالكتروني بنجاح. بيقول لك هنا اخد من الصورة دية او اطباحها. هو هنا بيقول لك هيتم التواصل معك بمجرد اتخاذ القرار بشأن طلبك. يعني هم اول ما بيوفقوا على الطلب بتاعك. هم بيبعتوه لك وبيقول لك انت ازاي هتلطحك بيوم وازاي هتقدم على تمويل. وبكده انا اكون خلصت شرح طريقة التقديم على المنحة المقدمة من جامعة حمد بن خليفة. اتمنى ان شرحك كان واضح وبسيط. وان الكل يقدم على فرصة دي. فرصة سهلة وبسيطة ما تفوتهش. لو لسه عندك اي استفسارة واي سؤال ممكن تسيبه كومنت وانا ارد عليه. لو عايز تزود فرصة قبولك عن طريق التقديم من خلالنا. فانت كل اللي عليك انك بتملق واللي بتلاقي اللينك بتاعه موجود في الديسكريبشن اسفل الفيديو ده. ويريد في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب واشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان تتابع معنا كل ما يخص المنح المجانية. وشكرا.